إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان الرجل يأتي المرأة في الطريق أمام الناس فيكون خيرهم يومئذ من يقول له لو واريتها وراء هذا الجدار لو يعني اقتراح لو واريتها خلف هذا الجدار اليوم ليس فقط هذا الاتيان العنني مر في الطريق لكن تصور وتكرر وترسل هذه المقاطع عبر الشبكات نساء متبرجات وأخريات متعريات وآخرون يصورون بلا حياء لم يزل الحياء ممدوحا على لسان الأنبياء والمرسلين إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري وإذا فقد الحياء لم يعد هناك رادع يردع عن القبائح الحياء مطلوب في الأقوال والأفعال والألبسة والتصرفات والحركات ألا ترون أيها الإخوة والأخوات اليوم بسبب قلة الحياء صارت هناك أقوال فاحشة وأفعال فاضحة وألبسة متهتكة ألبست بعض النساء حتى في حفلات النساء المكشوف أكثر من المستور المكشوف بسبب قلة الحياء المكشوف من أجسادهن أكثر من المستور هذه ألبسة تقصر وتنحسر وتضيق وتشف فأين الحياء حتى ممن يقومون عليهن من أب أو زوج أو أخ أين الحياء حتى تجار الملابس حتى الباعة الملابس أين الحياء حتى مصمموا الأزياء أين الحياء نكت فاحشة يزعمون أنهم يرفهون بها ويضحكون ويضحكون لكن كلها في العورات والفواحش فأين الحياء ترجمة نانسي قنقر